أولا خلينا نذكر اللي كنت تتلقى الوطني السيادي سبق وتقدمت بمبادرة الهدف منها هو تجريم التطبيع مع الكيان الصيوني خلال شهر جوان الفارت وانعقدت جلسة عامة وبعد طبعا عرضها على اللجنة المختصة وبدأنا في التصويت على بنود هذا المشروع لما وصلنا الفصل الثالث تم تعليق الجلسة إلى أجل غير محدد وبعد مداولات تم الاتفاق على استيناف الجلسة يوم 26 الفارت يوم الخميس الفارت في اجتماع مكتب المجلس أنا شخصيا فوجئت بوجود مبادرة تشريعية أمضى عليها 82 نايب مفادوها تعديل الفصل 60 من مجال الإجراءات الجزائية أنا نذكر هنا أن الكتلة كنا منفتحين على كل المبادرات التي من شأنها إدخال تعديلات عن نص الأصلي طبعا في سياق المبادرة متاعنا وداخل الجلسة العامة وهذا يمكننا منه نظام الداخلي ولكن أن تتقدم مجموعة من نواب بمبادرة في هذا التاريخ وقبل نعيقاد الجلسة المحددة ببضعة أيام نتمنوا أنه ما يكونش الهدف منها هو الالتفاف حول المبادرة الأصلي والمضمون اللي يتقدموا به السادة النواب فيه ما يتناقش ولكن احنا مفاتحين على هذا الخيار خيار تعديل مجال إجراءات الجزائية كما ورد على لسان السيد الرئيس الجمهورية في أحدى تدخلاته ومعناش مشكل الهدف الأساسي بالنسبة لينا هو أن نصل إلى تجريب تطبيع طبعاً قابلين بشرط أن تستأنف الجلسة وأن لا يطال النظر في هذا المشروع إلى أمد غير محدد هذه مشروع جديد مش نبتأي جلسة جديدة طبعاً مش نستأنف الجلسة الفارتك لا هو بالنظام الداخلي جلسة انطبت ما تبقاش معلقة في كل الحالات سنجد سيغة بالتعاون مع أصحاب المبادرة لإيجاد سيغة وفقية الهدف الأساسي في الأخير أن يسن البرلمان قانوني وجرم التطبيع عندكم ملاحظات على هذه المبادرة عندكم حاجات تحبوا تزيدوها طبعاً لما نضطر عليها فيها نقاش ينجم يتم داخل اللجنة على سبيل المثال العلاقات المباشرة مع الكيرن الصهيوني ينجم التطبيع يكون بصورة غير مباشرة أنا نتعاون مع جهة الصهيونية عن طريق وسيط أنا في تقديري أن جميع العلاقات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة يجب القطع معها وتجريمها العلاقات الاقتصادية جميعها جميعها كل أشكال كل أشكال كل أشكال التعامل مع الكيرن الصهيوني مرفوضة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان صنف سواء كانت اقتصادية إعلامية ثقافية سياسية إلى غير ذلك رياضية مثلاً وقل معنا هاليوم معنا مباراة في التنس تلعب نسجيبر ضد لعبة من الكيان هل يعتبر هذا التطبيع؟ والله إحنا حتى قبل قبل أحداث غزة قبل ما يترح موضوع تجريم التطبيع عندنا رياضيين شرفاء رفضوا أنهم يتقابلوا مع صحينا هذا موجود فما العديد منهم فلكن فما خيارات مثلاً مثلاً لعبي الجدو مثلاً معروف في مصر لعب ضد اللعب من الكيان أنه بعد ما سلمش عليه مثلاً فما طرق أخرى للاحتجار بش تحتبروها تطبيع أو إلا لا لأن هنا فما عقوبات الثالب الحرية كل أشكال التعاون والتعامل والطاعة مع الكيان الصحيوني مرفوضة سيباتر يكابودي مثل هذا رأو تجم مجر تونسي لعقوبات كبيرة ياسر بمنع مشاركات لمنتخبات وغيرها لو يقع تجريم مثلاً لعبة تينس ولا لعبة متاع كرة قدم وإلا ناجر وإلا غيرهم معاه لاعب من الكيان. أنا راني ما نسأل فيك. مش معناه متبني موقف وإلا غير. أنت تسأل فيها ما نقول لك الكرامة لها ثمن وها. الكرامة لها ثمن وها. أنك تدافع على موقف سيادي ودافع على موقف فيه. يعني شوفي تجريم معناها. علشي مشوفي عقوبة تسبب الحرية. خريو الحرية اللي هو أنه يلعب ولا ما يلعب. حطو في السجن معناها بعد ما يلعب المباراة. لا أنا أنا ما حكيتش على الجانب هذا. أنا قلت لك أنه كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني مرفوضة قضية العقوبات مسألة أخرى واضح. زيارة الضفة الغربية هل تعتبرها تطبيع عاملة؟ زيارة الضفة الغربية اللي كانت تم عبر الكيان الصهيوني هي شكل من أشكال التطبيع؟ هي ستم في كل حالة على طريق الركيان حتى لو كان دفاعاً عن القضية حتى لو كان ملتقى شعري دفاعاً عن القضية حتى لو كان نسأل فيك أنا ما عندي مع بعض الأسألة رابط الدولة يتكون استلقاهم استلقاهم بعد ما تعملوا القانون بشي يجيكم حالية كمان هذه أخوتنا الذين يبادون اليوم في غزة يحتاجون إلى الحد الأدنى من الدعم سواء كان معنوي أو تشريعي من شان أنه يرفع معنوياتهم في الوقت اللي ثم إبادة أمام صمت رسمي عربي ودولي لا مثيل له